أحداث متسارعة تشير إلى أن أمريكا ماضية في استراتيجيتها لتطويق ميليشيات إيران في العراق ووضع حد لهجماتها على منشآت عسكرية ودبلوماسية تابعة لها وذلك باتخاذ عدة إجراءات على رأسها تفعيل منظومة باتريوت المعروفة بإمكانياتها الكبيرة في شل القدرات العسكرية للميليشيات في العراق ورغم تلويح طهران بالتصعيد ضد المصالح الأمريكية أعلن مصدر عسكري أن الجيش الأمريكي فعل منظومة باتريوت الدفاعية في قاعدتين عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة الحرير في محافظة أربيل شمالي البلاد وبحسب المصدر فإنه من المنتظر أن يتم نشر أنظمة باتريوت أخرى في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين وقاعدة التاجي شمالي بغداد صحيفة واشنطن بوست تؤكد تفعيل أمريكا لأنظمة باتريوت الدفاعية وتصف هذا الإجراء بأنه ضروري لحماية القوات الأمريكية داخل القواعد التي تعرضت لهجمات سابقة إلى جانب ذلك ما زالت واشنطن ماضية في استهداف رؤوس الميليشيات ومراقبتهم حيث عرضت ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤول الملف العراقي في ميليشيا حزب الله اللبناني محمد كوثراني والذي كان مساعدا لقاسم سليماني ووصفت واشنطن كوثراني بأنه إرهابي عالمي واتهمته بتمويل الميليشيات في العراق والمساعدة في نقل مقاتلين من العراق إلى سوريا للقتال إلى جانب بشار الأسد في حربه ضد الشعب السوري هذه التطورات المتتابعة تؤكد أن لا نية لأمريكا للانسحاب من العراق وعلى عكس ذلك تؤسس لمرحلة جديدة للحفاظ على نفوذها هناك في ظل صراع المصالح مع إيران التي تعد شريكا رئيسا لها في المطامع والاحتلال